خلص القصة كده؟ لا اه اصبر بقى للي جاي فاكر فيه مليا تيميتين بتاع فاتن حمامة اللي هو اخراجه لأستاذ حسن الإمام اصبر عشان تعرف ان الدنيا دوارة وان اخرت خدمة الغزة علقة فين بقى الزاتونة؟ الزاتونة يا حضرات حصلت من خمس سنين من خمس سنين يا حضرات بالزبط لما البرلمان ده طلع للدنيا كان فيه مستشار اسمه سر سيام المستشار سير سيام ده يا حضرات ما كانش راجل عادي ده كان 11 سنة مساعد وزير العدل في اللجنة التشريعية ده كان رئيس محكمة نقد ده كان قاضي قضاة مصر رئيس المجلس الاعلى للقضاء اعلى منصر قضاء في مصر الراجل ده يا حضرات السيسي عينه في البرلمان اللي فات وتوعد بانه هو هيبقى رئيس البرلمان اسمع اللي جاي بقى من هنا تعرف على المستشار سير سيام الاقرب لرسالة البرلمان ده الكلام ده في 15 الراجل ده حجة قانونية ولده في 18 ابريل 1941 اتخرج الى اخيري زي ما قلتلك يعني عدة مناصب كان اشتغلها نائب رئيس محكمة النغط مساعد وزير العدل شؤون التشريع 11 سنة رئيس مجلس امناء وواحدة مكافعة غسل الاموال ده اللي صادر اموال الاخوان سير سيام ده اللي صادر كل اموال الاخوان كما شغل منصب رئيس اللجنة الوطنية التنسقية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ورئيس اللجنة القومية لتحديث التشريعات الاقصادية وعيد ومجلس دارة الجامعان لقانون العقوبات ومقرها باريس ونائب رئيس الجامعان المصرية الاقتصاد السياسي ووكيل التفتيح القضائي وتعبت انا تعبت جدا وكان ايضا رئيس مجلس القضائي الاعلى الراجل ده اتعين السيسي عينه في البرلمان اللي فات وقالوله انت جاي عشان تبقى رئيس البرلمان مين بي نفسه يا حضرات علي عليك فاكر بقى اللي انا حكيته لك من شوية عن علي عبد العال لما خرج من الجالسة بعيط مش علي عبد العال في الجالسة الاخيرة دي اول انبالح دخل اقسم القسم بتاعه عرف ان هو مش هيبقى رئيس فاخد بعضه وغادر البرلمان فاكر ده اللي حصل بالزبط من سر السيام زمان قوي في فبراير 2016 سر السيام دخل البرلمان لقى نفسه تقلش فتقدم باستقالته المستشار سر السيام يتقدم باستقالة مسببة من البرلمان ليه يا عم سري ليه يا سيادة المستشار كده المستشار سر السيام ما تكلمش بس بعد اسبوع من استقالته قال الكلام ده سر السيام في اول حوار الصحفي بعد استقالاته في مجلس النواب عبد العال اغلق الابواب في وجهي وقطالب بعدم اقرار العدالة الانتقالية والموازنة الجديدة مخالفة للدستور وهو حذر من ثلاث زواهر خطيرة بالبرلمان ده الكلام ده في 15 يونيو 2016 مش بس كده ده سر السيام طلع بلغ ليه استقال وده الكلام ده المين لأحمد موسى طلع أحمد موسى بانفراط صحفي قال ليه المستشار سر السيام استقال اسمع كده أحمد موسى ليه يقول تبقى لكلامه ان الدكتور علي او رئيس مجلس النواب اعتقد امرا انا بريء منه شعرت كما قال ليه المستشار سر السيام كلام اللي جاي مهم جدا شعرت بنوع من التهميش واعتقد انه تهميش متعمد انه تهميش متعمد هكذا قال ليه المستشار سر السيام طلع أحمد موسى قال اني الحقيقة سر السيام قال ان علي عبدالعال اغلق في باشق وهاجي الباب وانه تعمد يهمشني مش بس كده ده قبل استقالته المستشار سر السيام خبط في علي عبدالعال في جلسة كانت مزاعة قدام مجلس النواب في الجلسة الاجرائية واخطاقها يعني الجلسة الاجرائية بتاعت الاسبوع اللي فات ده بتاعت البرلمان اللي كانت زيها بقى من خمس سنين طلع المستشار سر السيام ادى العالي عبدالعال محاضرة في القانون شوف كده الجزء ده سيادتك فسرت المادة مية وسبعة عشر من الدستور تفسير يعني ان الجلسة المنعقدة يمكن ان تؤجل الى الغد والدستور لم يتحدث في المادة مية وسبعة عشر عن جلسة وانما تحدث عن اول اجتماع لدوري من عقاد العادي للفصل التشريعي واحسب ان الاجتماع اذا ابدل الى الغد فهو ليس اول اجتماع من اجتماعات هذا الدور التشريعي فاريد ان اثبت هذا التشريع كاكتهاد مني في المدبطة حتى لا يقاد ان رئيس المجلس قال بهذا التشريع وان مجلس النواب قد اقره فيه هذا امر الامر الثاني انه لا يجوز ان يجري تقليد برلماني مختلف في جلسة او في اجتماع واحد الدستور ساوى بين انتخاب الرئيس وبين انتخاب الله يلي الحقيقة في الجلسة دي علي عبدالعال فضل مطنش وده طالب الكلمة المستشار سر السيام وعلي عبدالعال مش عايش اديله الكلمة لحد ما في النهاية اخد الكلمة المستشار سر السيام وخبط علي عبدالعال المحاضرة دي بعد الجلسة دي مشي سر السيام وساب المجلس ومشي واستقال وقدم استقالة واضحة جدا لكن علي سر السيام دخل المجلس تاني بعد ما استقال دخلوا أيوة اللي بقوله لك ده مش أنا مصطول دي حقيقة السيسي جاء بعد كده وألقى كلمة أمام نواب مجلس الشعب والحاجات دي وقفت الناس كلها بتوع الشورى والشعب واضطر المستشار سر السيام أنه يحضر الجالسة دي عشان السيسي موجود فيها دي كانت الجالسة اللي حضارها المستشار سر السيام لأن السيسي كان بيلقي فيها خطبة لكن بعدها الحقيقة لم يظهر المستشار سر السيام مرة أخرى على الإطلاق واختفى تماماً خرج من الجالسة روح على بيته ده اللي حصل مع علي عبد العال إذن علي عبد العال بيدوق من نفس الكاس اللي شربه للمستشار سر السيام والمشهد بين الاتنين خمس سنين لو علي يجيب لي صورة علي عبد العال هو طالع من البرلمان ويجيب لي الراجل المحترم ده المشهد بينهم من بعض خمس سنين وكما تعمل بيتعمل فيك بالزبط يا علي زي ما عملت مع المستشار سر السيام بيتعمل معاك النهاردة بعد خمس سنين وليس معنى ذلك أن أنا بدافع عن سر السيام سر السيام ده هو المسؤول عن مصادرة أموال الإخوان بلا حق ولا جريرة إلا لأنه برضو واحد من الخوانة لكن شوف حكمة ربنا الراجل ده يطلع متزحلق من المجلس الله أعلم باكي أو مش باكي لكن يطلع غاضب ويقدم استقالته وكأنه بيرفض ترشيح السيسي ليه لأن اللي عينه كان عبي فتح السيسي وكانت مكافأة ليه على اللي عمله لكنه يرفض لأنه مش أقل من علي عبد العال مين علي عبد العال ده اللي بقى أنا قاعد نائب وهو رئيس المجلس أنا حجة في التشريع والقانون 11 سنة أنا مساعد وزير العد في لجنة التشريع 11 سنة أنا رئيس محكمة النقب أنا قاضي قضاة مصر أنا رئيس مجلس القضايا الأعلى مين علي عبد العال لكنه تزحلق برضو بين المشهدين دول يا حضرات ده مشهد علي عبد العال أول مبارح لما خرج من المجلس بعد ما قالوله يا علي أنت برى الترشيح علي استمرى ستة مش أنت بس أنت وكل رجالتك أنت وكل مكتبك برى خرج علي عبد العال لكن فيه برضو لسه مشكلة نقفل الحدودة دي إزاي الراجل ده يا حضرات قرر ببساطة جديدة جدا أنه لن يقبل أنه يكون رئيس لجنة في مجلس بيرقاسه علي عبد العال وقرر بالتالي أنه ما يكون ما يكون يقبل أنه يكون مجرد عدو برلمان في مجلس بيرقاسه علي عبد العال يعني سر السيام رفض أن يكون رئيس لجنة ورفض أن يكون مجرد عدو بقي السؤال ماذا سيفعل علي عبد العال هل هيقتدي بالمستشار السلف سر السيام هل علي عبد العال هيقبل أن يكون مجرد رئيس لجنة في البرلمان